يحظى الشباب البحريني باهتمام وعناية فائقة لدن جلالة الملك المفدى باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن ورهان المستقبل حيث عملت الحكومة المؤقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ترجمة توجيهات جلالته لتوفير السبول كافة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم الفعال في مسيرة التقدم والزهار التي تعيشها المملكة من الضروري أن يتاح أمام الشباب المزيد من الفرص العملية والمعرفية ليتمكنوا من الإسهام في تطوير الشأن التنموي وبأساليب مبتكرة هم وقود الحياة وهم رهان المستقبل وهم من يحظون بعناية واهتمام وحرص لا محدود من لدن جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه حيث لا تخلو خطابات جلالته السامية من التركيز على فئة الشباب وتسليط الضوء على دورهم الفعال في بناء المجتمعات لما يشكلونه من ثروة حقيقية للوطن ونود هنا أن نعرب عن اعتزازنا العميق لما تبدله كوادرنا البحرينية الشابة من جهود متواصلة وبخطوات واثقة نتابعها وبكل اهتمام تعزيزا لريادة تجربتنا الشبابية الوطنية هذا الاهتمام الكبير الذي يوليه ملهم ووالد الشباب عاهل البلاد المفدى نابع من إيمان جلالته العميق بقدرات الشباب وطاقاتهم على إحداث التغيير الإيجابي لبناء البحرين الحديثة والمضيبها قدما نحو الاستهار انطلاقا من رؤية جلالته الشمولية والمستقبلية لتمكين الشباب ومشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأمر الذي ساهم في تعزيز إنجازات الشباب وتفعيل دورهم في عملية التنمية التي تشهدها المملكة كما يحظى الشباب البحريني بدعم مباشر من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث يحرص سموه دائما على تمكين الشباب وهو الأمر الذي تمثل في تضمين برنامج الحكومة للعديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرات الشباب على الأصعيدة كافة دائما ما يؤكد جلالته على أن الشباب البحريني مصدر ثراءنا ورهاننا المضمون وأن مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء ونحن بدورنا ننقل رؤية جلالة الملك لتتخطى الواقع المحلي لتصل إلى جميع شباب العالم وحينما نتحدث عن فئة الشباب لا بد أن نتحدث عن المتابعة الحثيثة والدور الملهم والمحفز الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ودعمه المتواصل للإبداع والابتكار الشبابي وبثي روح العزيمة لصناعة النجاحات وبلوغ التطلعات والرؤى المستقبلية الطموحة لمملكة البحرين في شتى الميادين بسواعد شبابها كما شكلت مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة نبراسا في تكريس الجهود لدعم وتمكين الشباب وخلق بيئة ملائمة للحضور البحريني في مختلف المشاركات والبطولات جميع هذه المعطيات البناء جعلت مملكة البحرين تمتلك نموذجا رياديا وتجربة فريدة من نوعها على المستوى الشبابي حيث قدمت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التي رسمت الأمل واستنهضت همم الشباب وجعلتهم يحتلون مكانة قيادية في مختلف القطاعات رغم الظروف الاستثنائية وبمناسبة اليوم الدولي للشباب يجدد الشباب البحريني التأكيد على أنهم مستمرون في استثمار طاقاتهم وتسخير إمكانياتهم للمساهمة في نهضة وتقدم المملكة ورفع راية البحرين على منصات الإنجاز والإبداع والابتكار اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر